يا سادة احنا صفحتنا على الفيسبوك وصفحة بلنامج ولا تعسروا جسر مفتوح بيننا بنتلقى عليه انواركم وبركاتكم واسئلتكم وبيفضل مدد من عند ربنا عشان نستمر في مجالس العلم ويكون اول سؤال معنا النهاردة معنا الاستاذ ايمن استاذ ايمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عام الشيخ من فضلك انا قصدت بلنامج حضرتك لانك ما شاء الله عليك الاول بتحاول تحط حلول للمشكلة قبل ما تكون اجابة للفتوى انا المشكلة العادة اترحها قد تكون مشكلة الناس كتير من الوصله الى سن قرب الستين سنة في العلاقة الزوجية ما بينه ما بين زوجته يعني الشيء معروف للكل ان الانسان لما بيكون في عمر الشباب في التلاتين او الاربعين بيكون عنده قدرة الجنسية بتاعته اعلى بكتير من القدرة الجنسية لما بيكون وصل لسن الستين وكذلك المرأة صحيح فما بيبقاش الى حد كبير هنقول هنقول ايما نقوله غالبا هنقول غالبا 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 فما بيبقاش الانسان محتاج من الزوجة التفاعل معاه لو كانت هي كرهة لل للقالة الزوجي في هذه اللحظة قد ما بيكون محتاجه لما بيوصل لسن الستين لانه بيكون قدرته الجنسية ضعفة على هذا الامر الآن انا زوجتي في نفس عمري تقريبا بسن الستين طي كل ما طبعا انا احتياجي احتياج الرجل للناحية الجنسية بيكون اكتر من المرأة في هذا العمر فعند كل طلب لهذه غالبا برضو برضو غالبا اصلا انت بتكلم واحد بتكلم واحد طول النهار وطول الليل قاعد مع المشاكل الزوجية فالانتبعات دي خليها نمشي غالبا احسن غالبا فبتفاجأ بيرد فعل عنيف من الزوجة عند كل طلب وفي نفس الوقت اذا وفقت مضطرة مفيش تفاعل مع الزوج بحيث يعود النقص في القدرة اللي بقت عنده من وصل سن الستين انا سؤالي في هذه اللحظة انا ظالم ولا مظلوم ولا هي عليها واجب لا انا مش هادر اقول لك انت ظالم ولا مظلوم لغاية ما اسمعكم انتو الاثنين بس انا اقول لك حاجة يا استاذ عيم الحكاية دي مش هي الاساس صحيح العلاقة الزوجية والعلاقة الخاصة والقضايا الجنسية هي الحاضر الغائب في كل المشاكل الزوجية بس خلي بالك ساعات بتكون مراية وساعات بتكون محرك ساعات العلاقة الجنسية بتكون مراية يعني بنشوف فيها مشكلات ورا المراية فلازم نعمل ايه نفتح السطارة ونشوف المشكلة اللي وراها ايه اللي حصل دلوقتي ان قد تكون الزوجة بتقول لحضرتك كلام كتير عن تأفوفها من العلاقة الخاصة زي ايه انا خلاص كبرت ومبقيتش ليه اهمية عندك غير الحكاية دي فقد تكون هي بتقول لحضرتك انا محتاجة اهتمام انا مش بقيت ماليش لازمة غير في الموضوع ده تقول الكلام ده كانت ممكن تقوله زمان لا ممكن اللي بيحصل في اوقات كتيرة ان هي بتقول هو مش شايفني مش شايف تعبي مش شايف السن اللي انا فيه مش شايف احتياجاتي في السن اللي انا فيه ده فيبقى ايه يبقى احنا لازم نعرف ايه اللي وراء الامتناع ده لان في الحالة بتاعت حضرتك العلاقة الخاصة مش محرك العلاقة الخاصة دي مراية بتكشف لنا بتوضح لنا انا شايف ان هي محتاجة منك شوية حاجات انت لازم تعرفها منها يعني هي محتاجة منك انا اقول لحضرتك شوية مجموعة حاجات كده وانت تشوف تراجع معا هي محتاجة منك ان انت شويتين تلاتة تحاول معاها ان هي تضف لها حاجات كديدة في حياتها هيحس ان حياتها وقفت حياتها انتهت وهي شخص بيحب الحياة فده لو عندها بيحصل لها ربكة كبيرة جدا دي تاني نفس تاني ربكة بتحصل للمرأة بعد انقطاع الحض عنها ايه اللي يحصل لها؟ يحصل لها هذه الربكة انا بحب الحياة وفي نفس الوقت مش لقى اي حاجة كديدة في حياتي كل حاجة عملتها او كل حاجة عايز اعملها انا مش قادر عليها فده اول حاجة تاني حاجة مهمة لازم تشوفها قد يكون انت بتقولها دلوقتي بشكلة او باخر ان هي ما بقيتش قيمة اضافية في حياتك واحمد ربنا ان انا قاعد معاكي انا مفروض دلوقتي عشان العلاقة دي انا ممكن اروحها تجاوز تاني فهي بتحس يعيني ان هي زي اللي تحال على المعاش وانا محبش افكار اللي بنتعلقها بالحال على المعاش بنصح حضرتك تعمل ايه ببساطة خالص تعود معاها وتسبها تفطفط وتطلع كل اللي قلبها اللي في قلبها لاني واضح ان هي ما تتكلمش فنصحت لحضرتك خليها تتكلم ليه خليها تتكلم عشان تقدر تقولنا احنا محتاجين ايه مين معانا تاني طيب احنا نخرج فاصل ونفضل معكم ومع اسئلتكم المباركة ونفضل نتكلم عن مرضات الله سبحانه وتعالى وعن جمال اتباع سنة رسول الله في حياتنا ولكن بعد الفاصل معانا اسئلتكم المباركة وارجعنا لكم تاني واحنا في حضرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي انوار مولانا سبحانه وتعالى نلتمس البركة والنور والمدد والعون عشان نجاوب على اسئلتكم بهذه البركة وبهذا المدد معانا السيدة أمم ماهر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي بس حضرتك ليه عن حضرتك بس سؤال واحد تفضلي هو انا جوزي خده مسافرنا ماشي طي يعني كانوا نفسحنا وابتشفت ان هو موديني عشان يقابل واحد ماشي طي وانا عارفت بس ما بينتش ان انا عارفت لحد ما رجعت رقبت يعني ما رقبتش والله يعني خفت لا ماشي يعني شلت الموضوع وبعدين وبعدين لما رجعتنا قال لي ما تقولي في الاهلي وانا حبيت ان انا عرفهم اللي حصل فقال لي انت تقولي بالثلاثة عشان انا قلت له بس انا مشيت ورجعت تاني عشان خطر اولادي انا معايا تلاتة طيب وسؤال حضرتك فين وحامل تاني بنا ان شاء الله يقضيلك على خير ان شاء الله وبركة وليلي بقى فين سؤالك بقى سؤالي الوقتي انا اعمل هو بيقولي انا رديت بس انا شايفان هو ما ردينيش انت عايزا يعني ايه ردك يعني هو قال لي انت طالب تلاتة مرتين او تلات مرات مسألة بسيطة مسألة بسيطة يا مماهر مسألة بسيطة ايه بسطتها انت دلوقتي هو انت شايفاه عايز اتملأ سودان خليه بس نكلم بصراحة يعني هو الرجل دلوقتي اصلا الطلاق ده حكمه عند الرجل انه هو اللي طلع طيب مسألة تانية من حق المرأة ان هي تتأكد اه طبعا من حق المرأة ان هي تتأكد بس مش من حق المرأة ان هي تتوسوس بس انت اللي حازز في قلبك ان هو طلع ورجع وهو اصلا كان غلطان وانت افشاه اصلا كده وانت حاولت تاخد حقك ان انت تكلمي اهلك اهله فاهله ما عارفوش يجبوليك حقه حقك فانت ايه اللي حاصل فانت عايز تاخد حقك اركاني مسألة الاطلاق واقع ولا مش واقع على جنب وعايز تاخد حقك تكوني بالتفاق بالتوافق وان ان انت تعودي معه تتكلمه في الموضوع الاساسي هو عمل كده ليه مش انك انت تشكي في ان انت عايشة في حلالة ولا في حرام طب ولو عايزة تطميني اتصلي على طول اتصلي بمية وسبعة بدر الافتاة المصرية او اتصلي بينا يعني بس جوزك لازم يكلمنا مش انقدر نقولك هو اللي عمله ده صح والطلاق وقع ولا ما وقعش غير لما زوجك هو اللي يكلمنا لكن بغير كده لأ فانا بكلمك عن حاجتين يبقى عايزة تتأكدي قلتلك تتأكدي ازاي لكن في نفس الوقت انت عايزة توقفي اه انا معاك لو انك انت فعلا عرفت ان جوزك كان بيبتدي علاقة مع حد اه محتاجة وقفة اه وقفة وانا بحب الوقفات دي تكون بدري ما تتأخرش ما تتأخرش ليه عشان لما يجيش يقولك ما انت كنت عارفة ويعتبر ان السوقاتك ده تنوع من انواع الموافقة لا نوقف وليس معنى الوقوف ان احنا نحط العقدة في المنشار ونجلب على نفسنا الطلاق لا الوقفة بمعنى تعال يا سيدي نفهم وايه الحكاية فانا قلتلك تعملي ايه بالنصيحة وبالفتوى اتفضل يا امو مهج يا فاضلكي شيخ انا مش مأثرة انا مش مأثرة والله معاك والله انا ما انت همتجيش بالتأثير والله انا فهم حضرتك لكن انت لو عايزاني عايزة افهمك انا بقولك ايه انت محتاجة شوية انت وجوزك تعودوا مع بعض وتتكلموا شوية بصدق اول ما بنتكلم بيقلبها بخناء وزي شفتي ازاي بقى يبقى هو ايه اللي حاصل يبقى انت دلوقتي لغاية دلوقتي مش عارفة السبب ايه انا اقولك حاجة لو في نزيف في جسم انسان الجواز ده عامل زي المولود ممكن اسيب طفل بينزف من غير ما روح اخيط الجرح ده وده والجرح لازم اروح لمصدر الجرح ايه لازم المشكلات عندنا عاملة زي الجروح في الجواز كده لازم نروح لها ونخيطها وندويها لو ما دونهاش هتفضل تنزف لغاية ما الناس تستهلك في الجواز فالروح ولازم نتكلم نيستعين بقى بحكماء في الاسرة نروح لمركز الارشاد الزواج في دار الافتة اهلا وسهلا بس احنا لازم نعرف السبب الاساسي اللي زوج حضرتك بيعمل كده عشان حتى لو انت ايما بكل جهدك ما جايز انت بتقوم بكل جهدك وهو مش شايف الجهد ده وانت هتقولي لا ايوه هو مش شايف ده شايفني دايما ما اصار يبقى احنا لازم نروح لحد يغير نظرتك وانت لتنل الجواز فالو سمحت لازم نعمل كده استاذة هانا مان ديست معنا استاذة هانا اهلا سمع عليكم تفضلي يا استاذة هانا عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم استاذ هانا ممكن توطي التلفزيون وتسمعيني بالتلفون لو تكرمت اوهلا سمحت يا شخصنا عندي سؤالين تفضلي السؤال الاول بابونا طاردنا في السيرة يعني ليه نش applique دخلنا وهو مجوز مجوز متوفيه بقى لها سنتين سنك كم يا انا سنك كم انا سني 13 سنة وهو اختك وانتو اتنين اخوات ومعاك هو ولاد تاني انا نية محمد واحمد اولاد يعني او سنهم كم سنهم احمد عندو 15 سنة ومحمد عندو 20 سنة طيب انت بتقولي ان والد حضرتك مشاكم من عندو ليه عشان عشان زوجته مش رادية مش رادية بيكم زوجته او زوجته مش رادية اللي هي تقعدنا عندو طيب انتو عاديين في عاديين عند حد من اقاربكم او عاديين عند طيب اخوك الكبير بيشتغل ولا لا? اخوك الكبير او بيشتغل وبيصرف علينا برضو طيب برضو ربنا يخليك تصرف علينا بس ايه برضو هم شايزة دخانة واشن عايزين نخش شايت. طيب بص اقول لك انا حاجة دلوقتي احنا خلينا نتكلم في الواقع دلوقتي. الواقع دلوقتي ان والد حضرتك اللي بيعمله ده اخوات ظلم. ظلم خاصة فيما يتعلق بيكي ويتعلق باخوك اللي عندو خمستاشر سنة. اخوك اللي عندو عشرين سنة فاضله سنة خلاص ويبلغ ظن الرشد المالي. فهو يستطيع ان هو ينفق على نفسه ووجوده في الوجوده هنا مش لازم. لكن انتي واخوكي اللي هو خمستاشر و تلاتاشر سنة انتو الاتنين محتاجين ان انتو تكونوا موجودين ده. اما انكم مش مسموح لكم ده عندي تلات حاجات لازم تعملوها. اول حاجة ان والدكم هيظل والدكم على كل حال. لما هتجي تجاوزي الناس هتجي تطلبك من والدك. فانت لابد ان تحافظي على علاقتك بوالدك. طيب. الامر التاني لابد ان يتدخل حكيم لكي يستطيع ان يضبط العلاقة بينكم وبين والدكم. انا عارف لان كنت البنت مع ولدين. انتي بقت المسألة بينك وبين مرات مرات ابوكي ان انتي دلوقتي ببساطة خالص انتي شايفها ضرتك. فانتي بتقولوا ان احنا عايزين نرجع شقتنا. انتي عايزة ترجعي. واللي جيه عليكم هو اللي يمشي. اللي هو مين اللي جيه عليكم? اللي هو مرات ابوكي. الحقيقة ده مش هيحصل. ده مش هيحصل على اقل في الفترة اللي احنا فيها دي. ان الاب بالخبرة كده. الاب لما يوصل لهذا الوضع السيء السخيف. انه هو يقوم بهذه الحماقة. انا اسف يعني. ويطرد اولاده من البيت عشان زوجته. اللي انا مش عارف ايه السبب ده. لكن هو تصرف في الحقيقة غير رشيد. يبقى ايه اللي حاصل? يبقى ببساطة خالص احنا محتاجين نعمل ايه? محتاجين نهدى شوي. مسألة ان احنا لازم نرجع دلوقتي ده مش احسن. فنعمل ايه? ببساطة خالص. نخلى حد يتدخل حكيم لكي العلاقة لا تنقطع. يبقى اول حاجة هو تفسدوا علاقتكم بابوكم. احنا هو مش ابونا عشان هو تصرف تصرف كويس او تصرف وحش. هو ابونا. وقضى ربك قال لا تعبده الا اياه بالوالدين احسانا. يبقى هو ابونا. الحاجة التانية يتدخل حكيم. الحاجة التالتة. والمهمة ان انت ببساطة خالص لابد ان انتو تتصوروا حياتكم بدون الرجوع الى هذا البيت. فلازم من دلوقتي انت تفكري في حياتك ان انت تكتهدي. وتبقى شطرة. عشان انت حياتك تبقى احسن واكثر استقرارا. وخلي وقومي انت واخواتك الاتنين بالتحام مع بعض وبمشاركة مع بعض. وحاولوا تطوروا حياتكم الى الحال احسن. وكل واحد فيكم يساعد التاني على انه يتقدم ويتفوق ويبقى احسن في حياته. دي التلات حاجات اللي انا بنصحك بيها يا بنتي. استاذ مصطفى من اسكندرية اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله بركاته. نور يا باشا الشاشة والله. الله يرضى عنك. وبرك فيك يا سيتي. بلينا استفسار كده بخصوص موضوع كده. اتفضل يا حاجة مصطفى. انا بنتي اتقدم لها عريس. انا والزوجة منفصلين من زمان وبنتي تقدم لها عريس. طي. واهل العريس قدموا جزء من الشبكة لحد ما العريس ان شاء الله يجي من الخارج يكمل الشبكة بتاعته. طي. حصل سوق تفاهم ما بين ام العروسة اللي هي ام بنتي والعريس لانه ما جاش من برة في المعادل اللي محدده ده حسب ظروفه. طي. ام العروسة عايزة ترجع فلوس بدل الدهب. طيب. طيب. هذا يا صح. وطبعا ام العريس مش راضي عايزة الدهب. الدهب لما جابوه من سنة كان الدهب قيمته سبعتاشر الف جنيه. اه بس انا عايزة اقول لحداك هو دلوقتي هو قدم دهب صح كده? ايوة يا فندم قدم اهله قد اهله قدموا جزء من الشبكة البنتي. اه انا عارف انا عارف والله. انا حد بل عريس يوصل بالسلامة من الخارج يبقى يكمل بقية الايه الملكزمات بتاعته. هيرجعوا الدهب يا حديس. طبعا هنا 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 بالنسبة لي اي واحد في الغربة احنا بنقدر ظروف الغربة وظروف اجازاته. طيب. فالكلام ده طبعا عشان هو مجاش فام بنتي رفضة اه استكمال هذا الشيء. كويس انا فهمت ده من الاول خالص وانا بقول لحضرتك احنا هنرجع له دهب مش هنرجع له فلوس. المفروض هنا الدهب يرجع مش فلوس. هنرجع الدهب مش هنرجع فلوس. الكلام ده صحيح حضرتك ان الدهب لازم يرجع لأهله. صحيح. الدهب هو اللي هيرجع لان الدهب ده كان على سبيل الامانة لغاية ما يتم كتب الكتاب فاذا تم كتب الكتاب بلأ خلاص استحقت نصف نصف الدهب واذا تم الدخول استحقت الدهب كله كجزء من اجزاء الصداقة. فعشان كده احنا هنرجع دعب مش هنرجع فلوس. نعم. استاذ عبد العالم من الخائرة يتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو اسأل كده اه مولانا. تفضل ايسا. كفيك حصل كب كتاب. ام. واخبار حضرتك. ام. والعريس متواجد العروسة. وفيه وكيل العروسة. طيب. ماشا. والساد المنزون اه جاب ايد يعني الوكيل. وحطي ايده مع وكيل العريس. مع العلم ان العريس موجود. محايا. ايوة يعني هو يعني المنزون حطي ايده مكان ايد العريس. مكان العريس. والد العريس يعني. طيب. وعديه. ايوة الكلاب يعني اللي هو اللي هو الاهم. ان زوجتك اه بااااا. زوجتك ابنتي فالتاني عيل قبلت وزوج موكل اللي هو ايه موكلي. ورغم كده للعريس متواجد. سؤال سؤال دلوقتي مين اللي كان استهنى بس حاج عبد العيل. هو دلوقتي احنا عندنا الحاجة اللي انت شايفها الخلل الوحيد ان المأزون هو اللي حطي ايده في ايدي ايه? في ايد وكيل العروسة. مش المأزون. هو جاب ايدي الواكيل اللي هو وكيل العروسة مع وكيل العريس. طيب ان العريس متواجد. طيب. اللي هي حطة الوحيد اللي هو بس. طيب. يعني ايه مسألة ان العريس وكلة. اه ويكون مسافر برا. طيب. لا 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 خالص. ده وقت اه موكلي. وكلام ده كله هو. حاضر اجاوبك حاج عبد العيل. حضرتك يا حاجة عبد العالم احنا في الغالب الناس عند ديرا في مصر بيعملوا الكلام ده عشان يكبروا اهلهم وفي الحقيقة الامر يجوز فيه ما يجوز فيه ان يقوم به الاصير يجوز ان يقوم به الوكيل حتى ولو كان الوكيل حاضرا فالجواز صحيح وبدل هو الوكيل هو ازل لي بالعكس والوكيل موافق على ده فالزواج صحيح ومفوش اي حاجة وليس فيه اي خلل في عقد النكاح ولا عقد الجواز اللي حصل ايه الزواج صحيح وليس فيه شيء مين معنا السيدة امو احمد تتفضل ليس لم حضرتك ازاي حضرتك نعم وفضل الحمد لله الحمد لله انا والدي متوسي ووالدتي عنده تلاتة وتمين سنة وتاخد معاش عن والدي معاش كويس اخوات مسلحة وعند تلات اخوات سبابي يعني رجال متجودين وفي بيوتهم اخوية كبيرة تعبان وكل شوية بي يعني بردو تلع معاش وبياخد معاش بردو وتمين فتعبان طبعا كل شوية حجز في المستشفى عنده امراض تاعبة وانا المعاش بتاع والديتي معي والديتي شبه ان هي قاعدة معي مقسمة معي فانا بصرف طبعا عليها علاجها برضو اكلها وليسها وحاجتها فهو طبعا تعبان عايزين فلول انا ساعدتهم وساعدتهم بمبلغ كبيرة عشر ثلاثة عشرين قالب من معاش والديتك حاجات كبيرة من معاش والديتك من معاش والديتك هو ده طب هي استني بس استني استني بس اه هي كانت موافقة او انا مش موافقة هي فيه شوية دهائرة بتروح وبيتيجي كده هي دلوقتي استني هي عندها زهيمر يعني اه بس مش كامل بتفتكر وتنفى فانا اللي مسكة الفلوث بتاعتها كلها معي لازم هي تقزلك ان هي لازم هي تقزلك في الاوقات اللي بتفوق فيها ان انت تتصرف في مالها بتأذن اه بس ما بتعرفش في المبالغ طبعا فانا ساعدت بمبلغ كبيرة استني بس حضراتك هو دلوقتي حاليا توفث طيب تفضلي هو توفث دلوقتي ولاده عايزين حقهم من حاجة ستهم هي توفيت ستهم ولا لسه عايشة لا موجودة موجودة طيب بقولك الفلوس اللي خدناها حق والدنا ده احنا اصلا طيب عجبك يا حاجة ام أحمد احنا اصلا يا حاجة ام أحمد بنتنازع اصلا في ان تصرفك اصلا في اموالها وهي عايشة وهي ازينت لك ولا ما ازينتش ازاي ازاي اصلا من حق احد يطلب حقه في مال حد والحدي ده اللي استعايش مفيش حد لي حق في مال والدتك طالما هي عايشة هي اللي تتصرف في مالها وانت حضرتك قلتي ان الزهايمر احكام الزهايمر عندنا احكام زي بالظبط بنتعامل معه بحسب الوقت والملفات اللي بي يذهب فيها عقله او ان هو بيفتكرها او ما بيفتكرهاش فهو اذا كان الزهايمر كامل خلاص بنعمله كمان زال عقل لكن انت بتقول اللي بيفتكره ومن تفتكرش هي اللي تقول بقى المال ده ويتصرف فيها زي هي ما زالت على قيد الحياة وعندها اهلية بمقدار ما عندها من افاقة ولها ان تتصرف في مالها كيفما تشاءت ما لم يحجر عليه امت بقى ان تتصرف في مالها وانا تتصرف في مالها على فكرة لها يعني ساعتها مش هتبقى كأنها انتقلت لابد كي يحصل انسان على مال شخص بالوراثة لابد ان الشخص ده ينتقل وهي ما زالت تعيش ربنا يطول في عمرها مع حسن العمل يبقى هي ليس لأحد حق في هذا المال ولا في هذا المعاش طالما هي على قيد الحياة فأولاد أخوكي ما لهمش حق ولا حضرتك ليكي حق في فلوسها على فكرة انت بتتصرفي عليها من فلوسها الا اذا هي اعطتك من مالها شيء عندما تكون في حالة الافاق انت بتتصرفي من مالها عليها لان ده ملكها جات هي ديتك حد حاجة او فوضتك في حاجة او وكدتك في حاجة وهي في حال الافاق ساعتها المال ده تعيكون انت لك ان انت تتصرفي بحسب الوكالة اللي هي وكلتك فيها او بحسب الهداء استاذ مونة تتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ مونة السلام عليكم السلام عليكم وحضيك طيبة وصحة وسلام اتفضل الله يخليك اتمنى حضيك تدعي انك ادعى وحلو يا ربنا يرزقنا الرزق الحلال ان شاء الله ربنا يوسع عليك ويرزقك رزقا حلالا مسعدا طيبا مكرما ان شاء الله انا بس كنت عايز اعرف حاجة بالنسبة احنا طبعا بشهر زور قعدة ايه ودخلين على زور حجة طيب سأقل اعمال الصالحة ممكن اعملها اتقربني اكتر من ربنا غير الصلاة والصوم والصدقة طيب اقول ده اولا ثانيا بس اه الصلاة لو انا مثلا شغالة وغضب عني في صلاتي فاتتني وهصليها اضاف ينفع اصلي مل علي انا كده كده بصلي لو هصلي العيشة بصلي مل علي لو في ايام انا ما صليه او المغرب اي فرد انا بصليه بصلي من اللي علي طيب انت بتساليني سؤالين بس انا اوضح للناس انت بتقولي هو انا ممكن اصلي مع الصلاوات اللي انا بصليها صلاوات تانية مش من نفس جنس الصلاة دي يعني انا عليها صلاة الظهر وانا دلوقتي راح اصلي العشاء ينفع صلي الظهر مع العشاء ولا لازم اسيب الظهر غاية هيجي الظهر اللي بعده اصليه لا الصلاوات القضاء مكتوب على زمتي ان انا لازم اصليها دلوقتي فلو صليتها في اي وقت مع اي صلاة سواء كانت من جنسها او من غير جنسها فده صحيح بس انا لازم اصلي الصلاة دي مع الصلاة التانية انا ما خليش الصلاة بصلاة واحد انا لازم اقضي الصلاة بصلاة اخر. يبقى اصلي العشاء وبعدين اصلي عشاء مبار茶 يبقى انا لازم اقضي الصلاوات التي علي وفي اي وقت لانا دلوقتي زمتي مشغولة بالصلة دي فاصليها على الفور أصلي على الفور ومنتظرش لاي عدد من الصلاة كتيرة فبصلي مع كل صلاة صلاة آه دا كايز بس أنا أصلي على فور لإن زمتي مشغولة فأصلي صلاة المغرب مع صلاة العشاء أصلي صلاة الضهر مع صلاة العص أصلي صلاة الضهر مع صلاة المغرب أصليها لإن هي عليّ وفي زمتي السؤال الثاني اللي سألت during إيه الأعمال الصالحة اللي احنا نعملها غير الصلاة والصوم في الايام العشر من زلحجة كل الاعمال فيه تلات حاجات بنصحك ان انت تعمل العمل تكثري من العمل الذي تجدي فيه قلبك يعني انت بتجدي قلبك في الاستغفار اكثري من الاستغفار بتجدي قلبك في الذكر اكثري في الصلاة على حضرة النبي صلي على حضرة النبي كثير انت بتجدي قلبك في الصدقة او بتجدي قلبك في ان انت تساعد الناس اعملي أول حاجة أول معيار في العمال اللي انت تكسري منها في أيام زي الحجة العمل الذي تجدي فيه قلبك الحاجة التانية العمل اللي يعود بجبران الخاطر على اللي حواليك ده حاجة تانية مهمة جدا جدا لازم نعملها يعني واحد جبران خطره ان انت تعودي وتسمعيه فهدي بقى عمل صالح جبران خطره ان انت تقولي له كلمة حلوة جبران خطره ان انت تساعديه فجبران الخطر ده شيء مهم جدا جدا في العمال الصالحة في هذه الأيام الحاجة التالتة والمهمة أن أنت يا ريت تعملي عمل هيفتح لك باب الاستمرار فيه ويبقى دوة باب من أبواب الاقبال على الله سبحانه وتعالى التلات حاجات دولة مهمة أن احنا نعملهم ومهمة أن احنا نمشي فيهم على طول يا سادة احنا النهاردة اتكلمنا عن حاجة مهمة جدا في الحياة الزوجية اتكلمنا عن حاجة ما هيش سهل أن الناس تتجاوز فيها وتصارح نفسها بيها اتكلمنا على الناس اللي شايفين أن هم ليهم حق أن هم يعملوا حاجات يكملوا بيهم صورة الجواز اللي هم رسموها عن نفسه وهم في الحياة بيخدعوا نفسه عارفين ليه؟ لأن الجواز بيكون على حسب إقبالك على الله بيكون بحسب أمانتك بيكون بحسب كمان أخلاقك احنا ليه حطين الجواز في حتة والأخلاق في حتة الجواز على فكرة يحلوه لما أنت تكون أنت عايز تعيش بالأخلاق بالأخلاق الحسن أو مكارم الأخلاق أخلاق الجواز التسع لما تعيش أنت كمان بمكارم الأخلاق ومحسن الأخلاق الإحسان بيوسع على الجواز الاكتفاء والاستغناء بالله سبحانه وتعالى بيوسع على الجواز ما تفتحوش على نفسكم أبواب في الحقيقة تستهلك قلوبكم وتستهلك علاقتكم بالله وتحطكم في خطر خليكم دايما متمسكين بأمان الله أمان الله دايما مع حسن الخلق بلاش فكرة التعويض الزواجي ما فيش حاجة يسمع تعويض عارف ليه؟ لأن ساعة الوقت اللي أنت بتحاول تعوض به حياتك الزوجية وتكمل النقص في حياتك الزوجية لو كنت رحت واستثمرت ده في حياتك كان ربنا هيفتح عليك بمدد كبير قوي اللي برا الجواز مقطوع واللي جوه الجواز موصول وما كان لله دام واتصل وما كان لغيره قبحة وضاقة واستهلكة ثم أصاب العبد بالندم يا رب احفظنا من الندم احفظنا كمان من النقم واجعلنا دايما نستثمر النعم بجودك ومددك يا ذا الجود والكرم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا دائما من أهل التوفيق ومن أهل المحبة والمودة يا رب العالمين